ليه كيلو البتنجان رخصه مال السوق بقى قلت يلا ما بديهاش لازم اعمل الاكلة الجميلة اللي انا بعشقها دي عندكم كيلو البتنجان بباع بكم يا جماعة انا عندي ايه كيلو البتنجان رومي اللي شايفينه قدامكو ده جاباب تلاتة جنيه طيب جبت بقى كيلو زي ما انتم شايفين وهنحضر احلى غدا بقى وارخص غدا كمان ده ما خالدش مني يعني ما كلفنيش عشرة دنيه كله على بعض وكده يا اختي والله لا عزم ما كلفني عشرة دنيه مش عارفة بقى انتم بتجيب والاركام الخزعب اللي واحدة تقول لي انا نجيب البيتنجان بحما الساشر جنيه لها خمساشر عفريت لما ينططوك انت بتروح الناس تتحك عليك وانت راضي يا اختي في ايه يا اختي ما تفوق النفسك كده هي الحاجة غالية اه غالية ايه غالية ايه غالية ايه لا والله الحاجة ما غالية يا جماعة الحاجة يعني اه دوري هتلاقي الرخيص في رخيص وفي غالية طبت واحدة تقول لي لا انت بتجيب بواقي والنبي ده منظر بتنجان بواقي ده صبح وعسل كده ومن اقيا بالواحد ع عايز اقول لك والنعم جمال لو كنت فضلته مع الرجل كنت اخدته اقلي من كده بس انا قلت يلا مش مشكلة خلي الناس تاكل عشو تسترزق ايه يعني تلاتة جنيه فضل في ايه يعني اقول له باتنين ونصر لباتنين جنيه يعني مش مشكلة جبت بقى البتنجان وغسلته قويس او قطعته مقعبات زي ما انت شايفها كده عايز اقول لك ان الطريقة دي تحف او يعني اعتمديها عشان انت هتعملها كل يوم هتعملها على الفطار وعالغداء وعلى العشو هتعملها في اي بتاخدش معاك وقت وما بتاخدش مجود شوية ملح طبعا عشان ننزل الماء اللي في البتنجان بتاعنا حلو ونسيبهم اتناهم مع وعد شوية سوغنطاتين كده وعشر ديار ربع ساعة يعني ما تخلص اللي في ايدي كرجع لهم تاني ما فيش مشكل بس احط شوية الملح كده واسبهم ينزلوا كل اللي فيهم بقى مش عارفة انت بتعمليه بالطريقة دي ولا بتعمليه بالطريقة عاملة ازاي مش عارفة في ناس بتعملوا كده وفي ناس بقى بتقطعوا طرانشاك كبيرة كده يعني عايز اقول لك بيشرب الزيت كله مش مشكلة برضو ده بيشرب الزيت لا ويشربش الزيت وهتجيبي بقى اربعة طماطمات خمس طماطمات حوالي نص كيلو طماطم يعني وهتقطعيه برضو صغير زي ما انت شايفة والله يا اختي ما في اسهل من كده لو انت عايزة تضرب الطماطم في الخلط برحتك جدا طبعا محدش يماشو رأي ولا كلامه عليك بس احسن لك ان انت تقطعها مكعبات عشان ما يبقاش الاكل كله عصير في قلب بعض ويبقى كل حاجة كده مكعبة مسكة نفسها تمام صليتي بنا عن نبي حبيبتي اللهم اصلي وسلم وبركة على سيدنا محمد ده المهم هنقطعهم صغنطاتي كده مربعات مكعبات عايزة تبشريهم برضو انت حر انا قطعتهم كلهم بصي بحوالي اصرع لك الفيديو ازاي وهجب بقى كم ارنف الفل ده تقدر بقى تستخدمي حمي او بارد اختياري برحتك جدا اللي انت عايزة يعني محدش برضو يفرض رأيه عليك اللي انت تحبي يحطي او ما اخترعي يعني مش شرط برضو الوصفة اللي تشوفيها تطبيها زي ما هي لا ممكن تخترعي يعني تحطي حاجات شي لحاجات زودي حاجات نقصي حاجة برحتك يا اختي والله الاكل ده اخترعات اصلا هو احنا كنا منزلونه يعني من كتب بلواجع قلب هتي فصين توم بقى وقشريهم وتقدر تستبدل التوم ببصل بس عايزة اقولك ان التوم بيبقى احلى مليون الف مرة في الوصفة دي ماشي هحطي بقى التوم واحط معها حتة فلفل صغنانة عشان دول هندقهم في الهون اه والقليلي لو من اي بلب بتابعيني الهون عندكم اسمه ايه الهون ده اللي احنا احنا بنحط في الحاجات دي وندقهم مع بعض كده ونحط معهم شوية ملحة او شوية قصبر على حسن ما احنا ما هندق بقى تمام وهنحط الحاجات دي كلها هدقها كده وافرهم معاك وبعد كده هرجع لكم تاني هنا عندي معلقة زيت حطتها في طاصة فصنية في حالة اللي موجودة عندك برضو وقلب تقليبة كويسة برضو وقعد يقلبهم لحد ما يغضوا لون ويغيروا لونهم كده سهلة جدا بصي مفيش اسهل من كده خلي بالك انو شطفت البتنجام برضو شطفة كده علشان خ بطر ينزل الملح اللي فيه عشان ما يبقاش مش يا قومي مش هناكل حاجة حدقة جدا حلو قلبت تقليبة كويسة كده بصي بتادي يغير اللون معي سهلة وللي الصعب اللي فيها قومي حمليها يا حبيبتي ما تكسليش كده وحطيت الفلفل هقلبه برضو ممكن تقطع الفلفل اصغر من كده بس انا بحب الحجم ده تمام قلبي كويس قوي وحطي بقى فصي الطوم في المرحلة دي اللي احنا دقينا مع حطي الطوم وقلبي برضو تقليبة كويسة بعد ما هنقلبهم كلهم مع بعض كده ويغضوا تشويحة حلو وتحس ان كل حاجة تشمعت حلوة يعني ومسكت نفسها عشان لما تحطي الطماطم ما فيش حاجة تتهري منك ما فيش حاجة دوب يعني عايز اقول لك والله جماعة الوصفة دي تحفة تحفة طعمها ورحتها عايز اقول لك الريحة دلوقتي فضيعة فصي الطوم ده بيودي الاكلة دي في حتة تانية حطي الطماطم والفلفل كده حطي برضو حتة فلفل احمر الوان كده ممكن تكون بينها او ممكن تكون مش بينها هنقلب تقليبة كويسة هنحط التوابل بتاعتنا هنحط التوابل اللي بتحبيها برضو اسا هو ما بتحطش اكتر من شوية ملح او شوية كامون او شوية كوزبر مش اكتر من كده بتنجمش محتاج توابل اللي خزع باليت والحاجات اللي انتو بتقولوها بقى دي هنقلب برضو التقليبة ونشوحهم تشوحة حلوة كده سيبتهم على نارها دي لحد ما استوى معي بصيبها منظرها عامل ازاي حاجة كده تحفة جدا عايز اقولك بقى تقدميها مع شوية عش ناشف او تقدميها مع شوية بتصمح مرة وشوية مخلل تحفة جد والله يا جماعة جربيها وانتي مش هتندمي يلوقع يعملي لايك للفيديو وعملي كمان شير للفيديو عشان غيرك يستفيد بي ونصلي على النبي كمان في التعليقات يا جماعة